موسيقى 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 مثل ما ذكرنا اليوم أنه موضوعنا بمي رايتس هو عن أخلاقيات شبكات التواصل الاجتماعي واليوم بعالم رقمي بمتياز عم بيكون في حرية زيادة عن الزوم بفتكر عم تتعدى لخطوط الحمر عبر وسيل التواصل الاجتماعي رحمن نقش هالموضوع اليوم مع مونة الأشقر جبور أهلا وسهلا فيك حضرتك دكتور بالأنون أستاذة جامعية عضو الهيئة الدايمة للأمن السيبراني بجنيف وأيضا مسؤولة عن حفظ خلينا نقول الأمن السيبراني أو بها اللجنة الموجودة بلبنان لحتى يكون فيه نوع من تحديث للأوانين لحتى تتماشى مع هالعصر السيبراني اليوم خلينا نرجع ناخد فكرة شوي عن الهيئة التي تكون تشتغل فيها خلي ليك عمليا نحن نشتغل من خلال الجامعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات ومنشتغل من خلال المرصد العربي للأمن السيبراني أما الهيئة الدايمة للأمن السيبراني اللي هي بالاتحاد الدولي للعلماء أكيد منشتغل من خلال هالثلاث مستويات على كل المواضيع يلي ممكن أن تساعدنا لحفظ الأمن سواء كانت مكافحة الجريمة السيبرانية أو ضبط أخلاقيات السوشال ميديا أو حتى بمجالات الدفاع الأوانين الخاصة بالدفاع السيبراني أو حتى بإذا بدك الاتفاقيات الدولية والإقليمية وغيرها أي متى بلشتوا العمل بلبنان فعليا؟ نحن عاملين من السنة 2007 بلشنا أولا على مواضيع تتعلق بأنه ضرورة إنشاء مراكز لطوارق الإنترنت بلبنان يعني لمراقبة الاعتداءات على الشبكات إذا فيه اختراق للشبكات إذا فيه أي حتى تعطيل لها الشبكات هذا هو يلي بلشنا فيه وخصوصي عن البيانات مؤخرا صح عم نشتغل بشكل خاص على حماية البيانات زي الطابع الشخصي ويعني أنت عم بتشوفي كل فترة في لبنان عم يطلع لنا خبرية مشكلة جديدة سواء عن جمع البيانات وسواء عن اللي منقله أنا بسميه الرقابة على المواطنين وتجميع هالبيانات عنهم بشكل نحن مش عارفين مين عم بيستعملون ولا مين عم بيجمعون ولا إذا كانوا محميين والدليل على أنه مش محميين اللي نحك فيه مؤخرا يعني بيانات المواطنين ورسائلهم وأسرارهم حتى بقول يعني أمور شخصية وأمور أيضا العلاقة بالعمل بالشرك بالأمور المهنية بحثة صحيح الاتنين عم بيكون فيهم خروقات مع مين بتم التعايم والكهجهات رسمية بلبنان أمنية وغيرها شوفي نحن نتعامل مع كل إذا بدك الإدارات اللي هي منعتبرها معنية مباشرة وإذا بدك نعددها بتطلع كلها بس بشكل خاص بنشتغل مع الوزارات اللي هي عادة عندها طابع الأمني نعم بس على مستويات نشتغل مستويات تدريب مستويات توعية مستويات تأمين خبرات وحتى مقترحات أحيانا وصدق في كتير بيتجاوبوا بيتجاوبوا يعني بمعنى أنه بيطلبوا شو هني المقترحات تبعنا بيتابعوها وبتحركوا أحيانا كتير على أساسها نعم اليوم دكتور خلينا نقول أنه عايشين بعالمين يعني ما مفروض يكونوا منفصلين ولكن نوعا ما عم بيكون فيها الفصل بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي السبراني أيضا عبر الوسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عبر كل الانترنت يعني كل هالشبكات اللي موجودة على الانترنت الأوانين لوين بتوصل يعني هل بتشمل بس العالم الحقيقي أو فيها تكون ممتدة أيضا لهالعالم السبراني يلي هو شق من العالم الحقيقي وهالأشخاص هني طبعا موجودين بصورة أوقات وهمية ولكن هني حقيقيين يعني لما بيطلع أي شخص بيحكي لما بيطلع بيعطي تصريح هل هالشي بيحميه إذا هو موجود على العالم أو بالعالم السبراني هل هني هيدا إذا بدك هالاعتقاد الخاطئ هيدا أنه أنا موجود على الانترنت وممكن أنه ما حدا يصلي بيخليهم أنهم أحيانا يتجاوزوا حدود يلي هني عادة لا يتجاوزوا بالعالم التقليدي بس المشكلة الأكبر هي أنه الانترنت والسوشيال ميديا بشكل خاص بلبنان فضحت عدم إدراك المواطنين أو عدم علمهم بالقانون يعني المواطن اللبناني القانون يمنع عليها قانون العقوبات عم بيحكي ممنوع تحقير أو زم أو التشهير أو توجيه أي إساءة لشخص أو لا سمعته فهاي بقانون العقوبات بشكل إجمالي ممنوع والعقوبات أكيد تتنوع يعني عندك عقوبة بتروح من بحالة القدح من أسبوع حبس لسبت شهر لا لا ثلاثة شهر في عندك عقوبات يعني حسب الشخص يلي عم توجهيه إياها يعني كمان إذا بحال تعرضتي على سبيل المثال لا رئيس الجمهورية هون في عندك دغري بتروح على الحبس يعني من شهرين لسنتين بتصير العقوبة أو من ستة شهر حتى إلى سنتين وعندك منو أنون يعني عندك العقوبات عندك قانون المطبوعات وعندك قانون البس التلفزيوني والإزاعي أبدا أن نصل حتى نفرق بين هالأوانين دكتور يعني عم نحكي عن رئيس الجمهورية اللي هو المقام الأعلى المثال يعني عطيت هنا هو منه مثال للأسف صار حقيقة يعني هالموضوع وعم نشوفه كتير عبر الوسائل التواصل الاجتماعي هنا لازم نمطر شكل حتى يتحرك القضاء أو مفروض يتحرك بشكل تلقائي بالنسبة للرئيس الجمهورية لا تتحرك النيابة العامة تلقائيا يعني هذه ما فيها حاجة لأنه رئيس الجمهورية شخصيا يرفع لأنه هذا مقام يعني إذا بدك يمثل وحدة اللبنانيين يمثل الجمهورية اللبنانية يمثل وطن يمثل استقرار هذا الوطن دونك هذه الشغلة لا ما بدها شكوى خاصة أما بال طب ليه ما عم نشوف هالتحركات هاي دي لما عم بيصير فيه اهنات لرئيس الجمهورية لا يعني ما بعرف حاليا إذا بعد ما ننويين يتحركوا أو تحركوا بسعادة لا تتحرك ضغري يعني أنا بتذكر بأضايا على عهد الرئيس سليمين تحركت النيابة العامة مرة تحركت تلقائيا ومرة تحرك هو يعني ولما شاف النيابة العامة ما تحركت قدم هو الشكوى ولوحقوا الأشخاص يعني بس بتمنى أنه ما نوصل لمطرح أنه خلي رئيس الجمهورية هو اللي يتشكه مفروض تتحرك أن هي بالعامة لأنها يدرمز للوطن ناطرين بعضنا يعني على كل حال الأمور بعضها طازة يعني المشكلة الحقيقية اللي عم بتكون إذا بدك بي ما فيها الوعي لأنه ما هي حرية التعبير وما هو قدح وزم وتحقير يعني الناس ما عم بتميز بين هال الموضوعين هاو دي هولي جرامية بيحكوا شو ما ايه القدح والزم والتحقير هني جرم يعاقب علي بقانون العقوبات يعني حتى القانون العقوبات يعني بعرف هذه التصرفات يعني هذه الجنح أو هذه الجرائم ما فينا هون نقول أنه نحن والله عم نعبر عن رأينا ونوجه شتائم أو تحقير يعني مثلا نعطيكي الأدح هو توجيه الكلام البذيء أو السب أو حتى أي كلام فيك تستشفي منه أنه فيه ازدراء بالآخر وهي معاقب علي الزم هو أنك تنسبي له شيء وهو غير صحيح وهو يعني يمكن أن ينال من كرامته من احترام الذي يجب أن يكون له بالمجتمع وتكون يمكن تهمي ملفقة ويمكن يلاحق القانون على هالأساس ويصير فيه بلبلة من الموضوع تماما والتي لأنه حتى ولو بطريقة سؤال صحيح يعني وكأنه هو التهم غير مباشر تماما يعني الناس حتى ما بتنتبه أنه مجرد تكون بطريقة الاستفهام والتلميح يعني أو استفهام يعني وكأنه بيفكروا حالا أحيانا أنه هني عم بيدوروا على هذا أنه عم نستفهم لا يعني إذا كان حتى هذا الاستفهام يسيء إلى كرامة هذا الشخص أو إلى سمعته حتى هذا يعتبر جريمي منها لأدي الموضوع فالت بس بيبقى أنه أنت بما يتعلق بالأشخاص ضروري يتحرك الشخص نفسه يعني إذا أنا أسيء لي أو أي معلومة خاطئة أو كاذبة تستهدفني على السوشيال ميديا أنا يجب أن أتقدم بالشكوة واللي هنا لطريقة الشكوة أو الموضوع كله يعني البروستيجر كله بتاخد هالأدواءات أو ممكن تكون بشكل طبيعي يعني بتاخد وقت طبعا يعني أنه أنت بتعرف حالة المحاكم ما في قاعدة يعني أنه ممكن إذا كان القاضي ما عنده قضايا كثير أو هيدا بيمشي فيها بسرعة بس أداء الموضوع بأثر كمان على الناس أنه مش رح أقول ما يكون عندهم مصدقية فيه مصدقية للقضاء وللأنون وكل شي بس هالمدة الطويلة حتى يوصل للحكم أيضا المادة بالموضوع يعني أدي عم بيخلي الناس يمتنعوا عن أنه يتقدموا بشكاوة وعم بيكونوا كمان عم يسكتوا عن حقهم وعم يسكتوا عن إهناتهم وعم بيقولوا أفضل من أنه فوت بدعاوة إلى أول ما إلى آخر ومصاريف إلى أول وما إلى آخر دكتور يعني لا الموضوع ما بيتغير لأنه هو من أسوص الحياة المشتركة من أسوص الحياة المحترمة من بمجتمع لا طبعا طبعا القضاء والعدالة إذا بدك الوصول إلى العدالة هي الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع يمكن أن نسميه ديمقراطي يعني ما ممكن أنك تتخيل مجتمع ديمقراطي إذا ما كان فيه إمكانية الوصول إلى العدالة وشو الوصول للعدالة الوصول للعدالة مش أنك أنت بس تقدر تتشكي أو تقدر تعرف حقوقك الوصول للعدالة كمان مثل ما تفضلت أنه ما يكون الفترة طويلة ما تكون المحاكمات تبلش ما تخلص هذي جزء من هذا الحق بالوصول على العدالة بس بالمايلة تانية نحن ما بدنا ننسى أنه في عنا مشكلة شيء بيسموه الاختناق القضائي اللي نصنعهم نقول يعني عم يشتغلوا عليه كذا فترة يعني ما فيه يمكن العدد الكافي من القضاة الذي يمكن إلو التعامل مع هالعدد الكبير من القضايا ما عم بيحكي بس يعني العملية مش عملية بس هالقضايا الشخصية أو هالجرمية في عندك يعني مشكلة هل هي عدد دكتور أو كمان هالاختناق هو اختناق نوعا ما أو تكبيل صلاحيات القضاء يعني عم نشوفه وصارت الأمور يعني أنا ما عم أقول شي جديد طبعا المواطنين اللبنانيين عندهم الزكاء الكافي والحنك الكافي حتى يشوفوا شو عم بيصير بالقضاء وهالتسييس وهالقمع وهالخوف من أنه يصدر أحكام أحكام سريعة أحكام توقف هالفلتان مش رح نحكي عن فلتان أمن اليوم إنما هالفلتان بالأخلاقيات الموجودة إن كان بالحياة العادية أو بالحياة السبرانية الرقمية يعني اليوم أي أوانين لازم تتحرك يعني ذكرتي لثلاث أوانين هي مسؤولة عن هالموضوع شو هي صحيح أنون المطبوعات يلي بيحدد هذه الجرائم ويمنع ممارساتها ضد أي شخص بشكل عام بعدين عندك قانون المطبوعات يعني المادي 23 بالضبط بتسمي التعرض لرئيس الجمهورية يعني ممنوع مش بس بالنسبة للأشخاص وبعدين فيه قانون البس الإزاعي والتلفزيوني يلي بيمنع البس ونشر يعني حتى مش أنه تكون يعني هذه المحطة يمكن أو الإزاعة هي المحضرة حتى يمكن إذا شخص آخر إذا مواد لشخص كاتبة خارج عن الإزاعة وعم ينشرها أو هي عم تنشرها أو عم تبصها لأنه النشر والبس هي عملية مادية نعم تم ممنوعة يعني ممنوع القدح والزم والتشهير والتحقير بواسطة هذه والشخص الأعلامي أو البرنامج هو بمثل الإزاعة هون نفوت بمسؤولية من هو الزاعة هو تابع لها المحطة طبعا المحطة تتحمل مسؤولية يعني في عندي كون تبعية العمل وما بدنا ننسى أنه قديش عند المحطة قدرة الرقابة على البرامج هاي من مسؤولياتها هاي من مسؤولياتها يعني من مسؤوليات المحطة كمان أنه يكون عندها حدا طبيعي بلاحق كل ما ينشر لأنه حتى بالأخبار ممنوع نشر الأخبار الكاذبة يعني ما يفتكروا اللبنانية أنه هالقد ما في قانون لا القانون يمنع نشر الأخبار حتى يمنع إذا بدك الشخص يعني سبجيكتيفيت يعني أنه شخص ما يكون موضوعي كفية ممنوع تنشر الخبر مش بشكل موضوعي يعني ممنوع أنت تفوت من عندك مواد تحرد أو يعني تكون تحردية أو تؤثر بصحة نقل الخبر هذي كمان يمنعها الأنون بتكون موضوعي لواحد حتى يقولك بمجال الأخبار فتخيلي إذا بأي برنامج تاني المحطة المفروض أن يكون عندها الرقاب وعندها المسؤولية ويمكن ملاحقتها طبعا هل هالأوانين نفسة تنطبق مثل ما ذكرنا على الأمور على الإعلام البس تلفزيوني والإذاعي هل هي نفسة تنطبق على العالم الرقمي السيبراني السوشال ميديا الصحافية اللي عم تطلع رقمية كمانا أو بدأ اجتهاد بالأنون أو بدأ تحديث بالأنون يعني كيف هنا أنونيا بتصير الأمور شوفي عمليا لابد أن يكون عندنا أنون للإعلام الرقمي ضروري يعني الإعلام الإلكتروني بده قانون لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تطبيق القوانين التقليدية بما يمكن على هذا المجال لسيما بما يتعلق يعني إذا أخذنا لأنه إذا بدك بالعالم الرقمي ما بقى نعرف إذا هذا صحفي ولا هذا شو بيميز يمكن التمييز على أساس المهنة يعني هل هذا صحفي وعنده موقع إخباري أم هيدا شخص عادي وعم يكتب بمجال تعبير عن الرأي بمجال بس اتنين يعاقبوا إذا ارتكبوا الجرائم التي يعاقب عليها أنهم العقوبات أو حتى المطبوعات والبس التليفزيوني والإزاعي يمكن ملاحقتهم طبعا الصحفي يلاحق باعتباره صحفي والآخر يلاحق كمان كمواطن وأنما اتنين ارتكبوا جرم نعم يعني ضروري يعرفوا اليوم المواطنين وكل شخص بأنه هالعالم الرقمي هو شئ من عالم من حياتنا اليومية وما في فصل هالأد بالأنون يعني الأنون بكمل من حياتنا اليومية لحياتنا الرقمية أيضا يعني ما حدا مخبه وهذا المخبه هو بس بالشاشة إنما مش أكتر يعني إذا بدك لازم يعرفوا بالتأكيد إنه إذا أرر أي شخص ملاحقتهم بتهمة قدح أو زم أو تحقير يمكن أن يكون مصير السجن يعني أحيانا بتشوف البعض بيحطوا عنوين طنيني يعني مثلا الفيسبوك أو اعتبر السوشيال ميديا باللبنان ممكن أن توصلك إلى السجن صحيح يمكن أن توصلك إلى السجن نعم أكيد لأنه إذا ارتكبت هالجرم هذا على السوشيال ميديا أو على الانترنت أنت بدك تروح على الحفز على كل حال دايما نتذكر أن حرية الفرد بتتوقف عند حرية الآخر وهذا كمان أخلاقيا قبل ما نوصل للأنون مفروض نكون عم نتربع عليها وعم نتربع على حب الوطن بالأول يعني وبالآخر لحتى نكون عم نحفظ كل المقامات إن كانت دينية إن كانت سياسية وطبعا بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية أنا أبدأ أشكرك جدا على هذه التوضيحات دكتور مونة الأشعر جبور وشكرا لوجودك معنا شكرا لألك رح مناخد بريك صغير ومنتابع مع إيد سمارت خليكم معنا